ابتكار نموذج الأعمال عندما نتكلم عن ابتكار فنتكلم عن فكر نتكلم عن شيء جديد نتكلم عن تغيير نتكلم عن حداثة نتكلم عن فرص نادرة فعندنا مجموعة من الابتكارات لنموذج الأعمال أولا حتى نبتكر نموذج أعمال لابد من البحث عن شرائح جديدة ونقصد بالشرائح الجديدة شرائح المجتمع شرائح المنتجات شرائح الخدمات شرائح الفكر شرائح الأفراد إلى آخر لابد نبحث عن شرائح جديدة ما نجلس على نفس الشريحة الأولى لأنها قد تستنفذ في فترة زمنية معينة أو في مكان ما فإذا لم يكن لدينا تجديد وتغيير وابتكار لن نستطيع الاستدامة لن نستطيع البقاء التنبؤ بالتغيرات لابد أن يكون عندنا فعلا تنبؤ بالمستقبل ولا نستطيع أن نتنبؤ بالمستقبل ما لم يكن عندنا خطة خطة أعمال أو لازم يكون عندنا نموذج الأعمال وكلما كان عندنا نموذج الأعمال واضح كلما كان عندنا تنبؤات بالمتغيرات المستقبلية ماذا سيحدث في عام 2024 2025 2034 على سبيل افتراض رؤية المملكة السعودية استمرت لمجموعة من السنوات هذه تتغير من فترة لفترة زمنية معينة هذا يعطينا تنبؤات بالمتغيرات وهذا يعتبر من ضمن أساسيات الابتكار في نموذج الأعمال تعديل مسار الإرادات لازم يكون عندنا فكر كيف نعدل مسار الإرادات الإرادات لا تستمر في نفس المسار وإننا لابد أن يكون لدينا تعديل حسب احتياجات حسب الظروف حسب الابتكارات حسب تغيير الشرائع إلى آخره قليل الجهد وكلما كان الجهد قليل كلما فعلا وصلنا إلى ما يسمى بالكفاءة الناتجة عن الابتكار وذلك نستخدم نماذج الأعمال حتى يكون عندنا تقليل للجهد المبذول في تنفيذنا لأعمالنا أو لكيفية تسيير الأعمال البحث عن عملاء جدد لا نبقى عن نفس العملاء السابقين لأن الوقت يتجدد العالم يتجدد المجتمع يتجدد بالفكر بالرؤية بالاختلاط بالثقافات الأخرى بالنظرة الواسعة وذلك لابد أن يكون عندنا عملاء جدد ونبحث عنهم ونعرف كيف نصل لهولاء العملاء إضافة شيء للمنتج لا نبقى على نفس المنتج فعندما نتكلم عن إضافة شيء للمنتج نحن نتكلم عن إضافة ابتكار جديد في الشكل في الطعم في اللون في حسب نوعية المنتج وذلك لابد أن يكون عندنا من الابتكار لموذج الأعمال أن ننظر إلى كيف أن نضيف شيء للمنتج جديد وحديث إدخال التقنية وهو أمر متطلب وأمر مهم جدا أن ندخل التقنية بأساسياتها أن ندخل التقنية بطريقها الصحيحة أن ندخل التقنية بقوتها التي ساعدنا في تنفيذ الأعمال تعديل سلسة التشغيل كلما كان عندنا تعديل للتحسين تعديل للابتكار تعديل لتخفيف أو ما يسمى تقليل الجهد تقليل التكلفة كلما كان عندنا فعلا نجاح في ابتكار نموذج الأعمال تعديل خطوات سلسة التشغيل إقلال تلك الخطوات تحسين تلك الخطوات إلى آخره كذلك نموذج مجانية الأساس يعتبر كذلك من ضمن أساسيات ابتكار نموذج الأعمال احتواء المصادر الاستراتيجية للمشروع كلما كان عندنا مصادر للمشروع لابد أن تكون هذه المصادر واضحة معلوماتها بياناتها مصدرها يكون أكثر مستقية ولازم تكون هنا هذه المصادر الاستراتيجية فعلا محددة وتكون في متناول هذه المنظمات أو تكون في احتواء هذه الشركة حتى نستطيع أن نبدأ بعملية كيفية ابتكار لأعمالنا ونماذجنا للأعمال التحالف مع المنافسين كلما وجدت أن التحالف قد يعطيك فرصة للتحسين فرصة للابتكار فرصة للبقاء فرصة لوجود الميزة التنافسية يجعل هذا التحالف فعلا يعتبر من ضمن أساسيات ابتكار نموذج الأعمال ثم إيجاد مصادر جديدة مصادر جديدة من التمويل مصادر جديدة من الموردين مصادر جديدة من كيفية إيجاد الأفكار التي قد تعطيني فعلا تميز في تنفيذ أو إيجاد ما يسمى نموذج الأعمال تحديد المكملين أين المكملين في تنفيذ أعمالي من سيدعمني في تنفيذ أعمالي سواء كان قطاعات أخرى أو قطاعات ليست تجارية أفراد آخرين إلى آخره نجد أن هناك عملية تحديد المكملين في تنفيذ أعمالي هي رهيزة أساسية في نموذج الأعمال تحديد المكملين في تنفيذ أعمالي